شايلاء سبت مساء الخير مساء النور عليكم وعلى قناة الجديد وبرنامج النشر طبعا أنا جدا سعيد أن أم موجود اليوم معكم أهلا وسهلا ونحن سعادة أيضا إنك موجود معنا ولدينا عدد كبير من الأسئلة سنوجهها لك خصوصا كما قلنا أن هناك دول خليجية تعتبر المشاركة في مصابقات جمال هو مخالفا لتقاليد الخليجية وتصل في بعض الدول إلى التحريم الشرعي أنك طامحة إلى التمثيل يسأل أن هل لجمال شيلاء جثور أو عروق هندية لأنه يقال أنك شبيهة بالجميلات الهنديات هل بالفعل عرض عليك أن تمثلي فيلما هنديا والأهم من ذلك أنت تقبلين أن تكوني الزوجة الثانية لكريستيانو رونالدو من أين تريدين أن نبدأ؟ شو ما بدك؟ شو ما بدك؟ كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو طبعا الموضوع بدأ من صحفي هو سألني كانت طبعا كل يعرف أن كاس الخليج كان السنة بالبحرين نعم فهو أكلمني قال لي أنت شنو متابعتك للرياضة طبعا أنا رياضية ألعب رياضة وتعكله فهو قال لي بما أنت متابعة للرياضة وتحبين الرياضة هاي سورة الكريستيانو زوجي المستقبلة زوجي المستحيل تغشمر نزين فصار أن قال لي من اللاعب تحبينا أو أول شيء قال لي من الدولة التي تشجعنا قلت لها طبعا البحرين لأني بحرينية قال لي نزين قولي اسم لعب تحبينا قلت أحب ما يصير أقول لعب خليجي بعدين أعبالهم أم فليرتينج أو شيء قلت لها نزين أحب رينالدو أنا شجع مدريد وأحب رينالدو قال لي تزوجينا قلت لها أوكي خلي أسلم بأتزوجه خلي أسلم وبتتزوجي وطلع في كل مكان يعني أنا قلت شديد فعلا أنا قلت بس ما خبرية الزوجة الثانية قال لي هو متزوج الرياض قلت لها مو مشكلة صار زوجة الثانية تقبل أنت عادة بالحياة أن تكوني زوجة ثانية لا يعني يعتمد على الشخص في النهاية يعني لا ما أحب أخذ أحد من أحد حرام إذا يعني الشرع يسمح في النهاية الشرع يسمح بس حرام ولكن أنت كامرأة هل تقبلين أن تكوني زوجة ثانية لشخص يعني أول شيء أنا ما أحب أصير أنونية أخذ شخص من زوجتي هذا يعني خراب بيت لحد وثاني شيء الإسلام فعلا حل الأربع بس لأسباب بعد فأنا أفضل أكون الأولى والأخيرة لو صدقت تمنياتك مع كريستيانو رونالدو هل تقبلين أن تكوني فعلا الزوجة الثانية لكريستيانو رونالدو ما أترى يعني ما هي في بالي حتى ما فكرت حاليا لم أفكرها في الزواج مركزة على طيب كيف لك أن تكوني بحرينية وخليجية طبعا ضمن طقوس معينة مقدسات معينة يعني مجتمع محافظ جدا كيف أنك جرأتي وتقدمتي إلى مسابقة ملك الجمال هل سمحتك البحرين أن تحملين اسمها كملكة جمال البحرين وتشاركي بمسابقات عالمية ودولية في البداية أنا لما أعرض علي أني أشارك بالمسابقة شرط شروطي أنه أنا ما ألبس البكيني واللبس اللي ما يناسبني ما ألبسه الشي اللي ما يناسبني ما أسوي وطبعا أنا راح أمكس الموضوعين موضوع الأفلام الهندية مع هذا الموضوع طبعا هاي لأول مرة نتكلم فيه أنا أعرض عليه ثلاث أفلام هندية ولحد الآن ما أوقع مين بتع تبري أجمل اللي إلى جانب كريستيانو رونالدو هلأ ولا أنت ما أدري ما يصير أنا أحكم الناس تحكم هيدرتك هاي هيدرتك مين أجمل أنت ولا هي لا هي هي؟ لا أصغر شمع ما أدري أوكي هي طبعا ما عارف ما يصير أنا أقول عن نفسي جميلة بعدين قلواني مغرورة وصلت الرسالة يعني لا لا أنا أقولولي بدلي شي في شكل شو ما أبدل ولا شي عاجبني كل شي فيني مغرور بس طيب كيف تقبلوا في البحرين وفي الخليج أن تكون فتاة ملكة جمال وتشارك في مسابقات دولية تحمل اسم مملكة خليجية في هذا الموضوع نفس ما قلت أنا في البداية يعني قلت لهم شروطي أني ما ألبس البكيني لبس البحر يعني ما ألبس ووايد أشياء بخصوص الأفلام الهندية لحد حين ما وقعتهم لأنهم عندهم أشياء يعني مثلا في أشياء أنا ما أقدر أسويها فقلت لهم أول شيء أقرأ وهما يتفقون معي على أن يعني مثلا هذه الأشياء أنا ما أسويها مثل الحضن والأشياء يعني الإباحية اللي إحنا مو مسموح لنا إحنا نسويها فهذه الأشياء أنا رفضتها رفض تام فقلت له يعني أنا أوكي أبي أوصل نفس ما قلت من قبل في العربية طبعا هذا اللقاء جدا غديم أنا قلت أنه أنا لما بطلع للعالم بطلع كهويتي خليجية عربية نعم طيب ألم تتعرضي لمضايقات في مجتمعك كتوب موديل كملكة جمال يعني كلها أمور غريبة شوي على المجتمع اللي أنت بتعيشي فيه ما تعرضت لمضايقات أو لتحزيرات بهذا الموضوع خلي نقول أي شيء بالدنيا لناس معه وناس ضد فأنا مثل ما فيه ناس ضدي فيه ناس معي وأنا يعني أوكي صج هذه أشياء مثلا غير بعيدة عن التقاليد والعادات اللي تعود عليها المجتمع الخليجي لكن أنا يعني حابة هالشيء وحابة أني أكون يعني حابة أني أوصل ولما رحت للهند هناك لما كنت أتكلم أنا هيدا باللباس الهندي هون عم بتشوفيك بزايلة طبعا أنا من صغيرة يعني أتابع الأفلام الهندية وأحب جدا 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 يعني أن ألبس اللبس الهندي وحتى الركز الهندي بس بيني وبين نفسي وما فيك أي عرق هندي يقال أن جمالك شوي هندي أبدا طيب رح نستغل وجودك معنا قبل ما ننهي هذا اللقاء الحلو نحن وإياك لتوجه كلمة إلى المرأة الخليجية يعني اليوم هناك في صراع داخل المجتمع الخليجي تحديدا عن حقوق المرأة وما يحق للمرأة وما لا يحق للمرأة أين شيلاء سبت من حقوق المرأة؟ بماذا تنادي للمرأة في الخليج؟ وبماذا تعتبر أن المرأة محرومة منه في المجتمع الخليجي اليوم؟ طبعا في البداية أحب أقول أنه يعني أنا ما أقول أنه في مساواة بين المرأة والرجل طبعا هذا شيء ما فيه فيه أن المرأة فيه تكافؤ فيه أن المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة والحقوق أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تبه بحدود طبعا الحدود لازم تكون موجودة يمكن في ناس تشوفني أنا أوفر ذالمت أو أوفر الحدود اللي باعتقادهم بس أنا بالنسبة لي أنا تل دير يعني ليه نيو خلاص يعني بس هذا اللي متمالي فأنا لما وذلك أفعلك صور بلباس شوي جريء مثل هاي الصورة مثلا هذه الصورة كنت بصورتها لميكب آرتست نعم وكانت لصالونهم بس بعدين ما أعرف كيف يعني صارت أما توقعت يوم من الأيام أني بنشهر أو بصير معروفة فبدأت تطلع هاي الصور هذه لميكب آرتست أنا صورتها لصالونها صالون الحريم نحن في الخليج صالونات الحريم هل أنت صورتها لتكون موجودة داخل السالون أو لدعاية للسالون فانتشرت انتشرت يعني مع أن أنا وكتها ما كنت أفكر أني يوم من الأيام بصير مشهورة مع أنك كنت أطمح بس أنا دارست هاتش آر هيمور رسورز مانجمينت في جامعة نيويورك فكنت مفاكرة أكمل في البزنز ما هو حلم شلاء سبت؟ حلمي أني أكون موجودة في كل عمل خير وكل شيء يعني ينادي لحقوق الإنسان حقوق الناس اللي يعانون من أشياء سواء الفقر أو أي شيء مني أكون ون يعني واحدة من النساء اللي يعني أسوا أكون أعطي مثلهم صورة حلوة للمرأة العربية أي صورة حلوة للمرأة العربية وتأثير قوي لكل حد وأكون مساعدة لهم يعني أهلك موافقين على اللي عم تسوي الحمد لله يعني موافقين أنا غصيتي في الإجابة لك لا لا موافقين بالعاكس يشجعوني أهلي الحمد لله شلاء سبت أنا بتشكرك جدا أول شيء أولا بتشكرك على قدومك إلى بيروت وبتمنى لك كل خير وكل توفيق خصوصا اللي عم تعمليه هو ضمن المحافظة على التقاليد ودون كسر هذه التقاليد لأليك بتمنى لك شوفك لا مشكلة بتمنى لك شوفي رونالدو قريبا شكرا